المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد في تقرير جديد لها أن هناك حاجة ملحة لمعالجة مشكل انبعاثات الغازات المساببة للانحباس الحراري بعد أن ضربت الحرارة الشديدة مئات الملايين من الأشخاص في العالم طوال شهر يوليوز الماضي التقرير أضاف إن موجات حر واسعة نطاقة وشديدة وممتدة ضربت كل قارة في العام الماضي واتسجلت عشر دول على الأقل درجات حرارة يومية تزيد عن خمسين درجة مئوية في أكثر من مكان حسب التقرير فإن بيانات شهر يوليوز من مجموعات البيانات المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ستؤكد ما إذا كانت هذه السلسلة الاستثنائية ستستمر لمدة شهر آخر هذه المؤشرات تؤكد أهمية التحذيرات التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الأرض أصبحت أكثر سخونة وخطورة على الجميع في كل مكان